بسم الله والسلام على رسول الله هلا بالحلوين اليوم سأقوم بعمل معكم أشتاد حوات المطا ترى الجمال والمطا بجد رهيب جدا جربيها وان شاء الله تعجبك من أسهل و أجمل الحاجات التي يمكن تعمليها و الأجمل التي تستطيع أن تستطيع نجحة من أول مرة يلا نبسي على طول أن نرى الخطوات أنا معي 2 كوك نضيفه من نص سكر و هستخدم عليهم نص كوب من المياه الكوب الذي تستخدمين بالسكر أي ربين مياه هستخدم نص سكر و نص سكر هستخدمه للجلاتين أنا معي نص كوب عسل الجلوكوز يمكنك استخدام عسل أبيض لكن يكون مكلف قليلا و عندما يوجد عسل أبيض يمكنك استخدام عسل جلوكوز كوب إلا ربع من السكر يمكنك استخدام عن الجلوكوز أو العسل الأبيض هستخدم غطى ماء ورد الماء الورد يجعله نفس الطعم الجاهز بالضبط و تكون جميلة جدا و هرفعها على النار لما تغلي معي هجهز الجلاتين هجب بقى نص كوب المياه الفاضل و هستخدم عليه أربع معالق من الجلاتين الجلاتين طبعا يكون نباتي هعز كده بس العجان بتاعي أو البولة بتاعتي هزيتين ثلاثة كده مع بعض هتلاقي كده الجلاتين كده شربوا المياه و بقى تمام قوي معاكي لو ما تكتلش معاكي يعني بالطريقة اللي انت تشوفها كده بالشوكة دي انتبقى هو الجلاتين نوع مش كويس و مش هيربط معاكي في نفس الوقت كده مش هيديك نتيجة افضل كده تمام قوي هجب بقى الصانية بتاعتي أو القالب او اي حاجة انا هستخدم فيها القشطة بتاعتي ان انا اصبها فيها وتاخد الشكل معايا سوى الشكل الرأي او الشكل سميك انا استخدمت الصانية كده استخدمت معلقة زيت واحد هنا كده بالزيت ممكن تستقدر تستخدمي كستلاجة او الهوى ورق الزبدة وتدهينها برضو بالزيت وبعد كده انا رحت كده شوفها لاتغليت هعير بس كده بالضبط تلات دقايق وقفل تلات دقايق لما تغليه بتعمل معايا رغوة كده يعني تعمل فوم كده زي ما انت شايفها تلات دقايق وقفل عليها على المر على طول وبعد كده بعد ما دهنت الصانية بتاعتي زيت او المادة الدهنيجة زي ما قلتلك اهم حاجة يكون الزيت ما يكونش ليه ريحة هفرش بقى الصانية بتاعتي جسط الهندي الناعم كده زي ما انت شايفها بالطريقة دي وبعد كده برضو هستخدم زبيب ولو عملت كيسة تلاجة او ورق زيت ده برضو لازم ان تعملي جسط الهندي والزبيب كده بالطريقة دي تمام؟ هشوف بقى العسل بتاعي القوام بتاعه بقى كويس قوي تقل هو ده نفس القوام اللي انا عايزاه هجيبه بقى واصبه كده على الجيلاتين على طول وهو سخن كده زي ما انت شايفه اهم حاجة بقى في الوقتي اللي انت تشتغل كل دون وهو ساخن كده قبل ما يبرد منك عشان يديك نتيجة افضل وهو عشان كمان ما يبردش منك ومش هيبقى لطيف تمام؟ اشتغل بقى المضرب بتاعي على اعلى حاجة هو اخد معي تقريبا ثمان دقايق كان كل من فترة والتانية اريح المضرب بتاعي طبعا عشان ما ينحرقش مني واحدة واحدة يعني الخليط بتاعك هيبيضك كده ويعمل فوم ويكتر عايزه لك كل ما تضربي فيه كل ما يكتر بس في نفس الوقت مطاوليش قوي عشان ما يجمدش منك زي ما تكون بتعملي برشاميل له كده تمام؟ هو ده نفس القوام اللي انا عايزاه وبس كده خلاص احنا كده خلصنا هصب على طول بقى في الصينية بتاعتي زي ما قلتلك الصينية بتاعتك تقدر تستخدمي يعني تقدر تتحكمي في السمك بتاع الاشطاء او تقدر تستخدمي في النوع الحلويات اللي انت بتعمليه في السمك بتاعه هيكت الصينية بالنسبة له مناسبة جدا حاول بقى تنزلي كل حاجة كده بسرعة بسرعة زي ما قلتلك عشان ما تجمدش منك وكان فيه كده فرقعات جبت بقى بتاعت كده الشاشطابوك او خلت سنان وتحاول ان انت تزبط الفرقعات كده اكنك بتعملي كيكا بالزبط تمام؟ هجيب بقى شوية من جوز الهند من جوز الهند والزبيب اول حاجة طبعا هفرشها الزبيب وهي سخنة كده عشان تقدر تدعمسك معها وبعد كده هفرش من فوق كده رشة من جوز جوز الهند الناعم انت لو عملت جوز الهند فشن او وسط مش هيمسك معاكي فالناعم افضل انا بقى سبتاه كده بره التلاجة استحالة طبعا انه الحلويات ديان او القشط ديان تخش التلاجة انا سبتاه الليلة كاملة وبعد كده جيت بقى تاني يوم ان انا قطعها ورها لكم وباسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا شايفين بتطلع بكل سهولة في اماكن كده ممكن ما تطلعش بتعملها بزبتيولة او الافضل انت تعملها بايدك كده زي ما انت شايفة بالطريقة دي طبعا لو انت حط كيس او ورق زبدة تطلع معاكي مش هتحتاج اللي انت تعملها كده بايدك زي ما انا عملتها شايفين ما شاء الله بتطلع بكل سهولة ومتماسكة ومطاطية وجميلة جدا الموضوع سهل وبسيط جدا ومش بياخد وقت معاكي ونكحة معاكي ان شاء الله من اول مرة بالمقادير المزبوطة انا سيبكو طبعا المقادير في صندولات بالكوب والجرام كده تمام انا بايا هجيب سكينة هدهنها كده زيت او همسحها كده مسحها من الزيت ده كده منديل استخدمت يعني معلقة من الزيت ومسحة كده السكينة وبعد كده بايا هبتدي القطع الاشتر بتاعتي اي قطعية انت حباها مكعبات مستطيلة مربعات اي حاجة انت حباها تمام القطعية هنا او القطع اللي انت هتقطعها بعضيا حسب راحتك طبعا كل ما تقللي في حجم القطعة كل ما هتامل معك كمية وفيرة وهتبقى ما شاء الله عليها كل كده قطعية والتانية بدهن السكينة بتاعتي او بمسحها تاني من الزيت بالمنديل كده بالزيت عشان بس السكينة بتاعتي تتقطع يعني القطعية كده بكل سهولة وتخلي شكلها كده متناسق وجميل وتنزلها على طول كده مش هتبضلها ريحة ولا جاء بالسكينة زي ما انت شايفها كده بالطريقة دي ريفين انا بس بساوي كده عشان اعرف انا هقطع ازاي انا قطعتها مربعات كبيرة شوية وفي الاخر كده جيت قطعت كده اتنين تلاتة كده بحجم مستطيل شوية كده رفنع كده او صغير شوية طبعا هنا الزبيب ممكن تقدر تستبدلي بمكسرات او اي حاجة انت حباه تانية لو مش بتحبيه الزبيب يعني ممكن تقدر تستخدم اي نوع مكسرات انت حباه مش شرط غال الزبيب انا بس حبيت اعملها الشكل التقليدي اللي بتبقى في العلبة الحلويات او علبة حلوة المولد بجيب بقى معي جسد الهند زي ما انت شايفة كده كل قطعة وقطعية يعني شفت المسافات ديا اللي احنا قطعينها بتبقى كده بتلزق فانت بترطبيها كده او بتبطنيها بجسد الهند الناعم وبتتماسك طبعا لان هي بتبقى طرية كده عشان تلسه قطعها من بعضها وبتغلي فيها كده بجسد الهند الناعم بالطريقة موضوع سهل وبسيط جدا وكده بس خلاص خلصنا وده كان صمكها وكان الحجم اللي انا قطعته شايفين بقى الجمال بسم الله ما شاء الله عملت معي كوبايتين بس من السكر عملت معي كمية جميلة جدا وانتي ما تنسيش كمان ان انا مقطعها القطع بتاعتها كبيرة حجمها كبير شايفين بقى الجمال بجد تحفة جدا عايز اقولك اللي المطة بتاعتها كانت رهيبة والولاد تبسطوا بها جدا ونفس الطعم ونفس النكهة اللي بتيجي في قلبة الحلاوة بتاعت المولد عايز اقولك اللي ماء الورد دوا بجد بخليها في حتة تانية لو هتستخدميها وتكونها حابة انت تعملها بمزاك بلاش تقض يعني تستغنى على الفنية وماء الورد جميل جدا طبعا ماء الورد الخاص بالمأكلات مش بتاع البشرة كنتم معاكم مفرح خطة يا رب تكونوا الطلاقة بتاعت عجابتكم ما تنسيش بقى تدعميني بلاقيك وشالي الفيديو مع اصحابك طبعا انا بحتفز تنسيش بها بعلبة مغلقة بالرطلجة خالص على الرخامة او على اي مكان انت هتعني فيها بس اهم حاجة تبعيد عن التلاجة كنت معاكم فرح خطة السلام عليكم كربوها بل هنا مقدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة